موسيقى النشر الاقتصادية من القدس دوت كوم رام الله فلسطين اهلا بكم اظهرت بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للحصاء الفلسطيني ان حجم واردات الاراضي الفلسطينية بلغ ثمانية اضعاف صادراتها خلال شهر نيسان من العام الجاري وبلغت قيمة الواردات اكثر من اربعمائة مليون دولار امريكي مرتفعة بنسبة تسعة عشر بالمئة عن شهر اذار الماضي كما ارتفعت نسبة عشر بالمئة مقارنة بنيسان من العام الماضي فيما بلغت قيمة الصادرات حوالي اربعة وسبعين مليون دولار امريكي الحق اغلاق الجانب الاسرائيلي مع بركرم ابو سالم على مدار اليومين الماضيين اضرارا جسيمة بقطاعات الاعمال المختلفة لا سيما التجارة والزراعة والانشاءات كما حال الاغلاق دون تزويد قطاع غزة بمئات الشاحنات المحملة بالبضائع المختلفة بما في ذلك مستلزمات البناء اللازمة لتنفيذ المشاريع الممولة عبر المنظمات الدولية العاملة في القطاع بالاضافة الى عدم تصدير كمية من منتجات المحاصيل التصديرية قال وزير الاستثمار المصري يحيى حامد في مؤتمر استثمار امس ان بلاده تسعى لتوفير مليون وظيفة خلال سبع سنوات واضاف ان حكومة مصر تعتزم استثمار ثمانية مليار الدولار خلال السنة المالية الحالية ووفق بيانات رسمية فقد ارتفعت نصبة البطالة في مصر الى ثلاثة عشر بالمئة العام الماضي ليصل عدد العاطلين عن العمل الى ثلاثة ملايين ونصف المليون عاطل تعهد البنك الدولي بمساعدة الدول النامية على مواجهة الصعوبات الاقتصادية التي قد تترتب على صعود اسعار الفائدة العالمية وهو الصعود الذي قد يقلص من قدرة هذه الدول على الاقتراض واقر البنك بان هناك قلقا واسع نطاق لدى الدول النامية ازاء تداعيات هذا الصعود المحتمل في اسعار الفائدة وذلك بعد اعلان مجلس الاحتياطي الفدرال الامريكي قبل ايام اعتزامه الحد من برنامجه الضخم للتحفيز الاقتصادي اعتبارا من بداية العام المقبل واخيرا أسعار العملات مقابل الشكل اشتركوا في القناة